موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نهانا القرآن العظيم عن الحزن تارة ودعانا إليه ضمنا تارة أخرى ونهانا عن الفرح تارة ودعانا إليه تارة أخرى هذا ليس لغزا وحاشى لله ولكلامه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك ازدواج أو اضطراب في التكاليف الصادرة عنهم وثانيا المعادلة ليست صعبة فبين أيدينا كتاب رسم لنا المنهج وكل ما علينا هو أن نعود إليه ونتفكر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا عودنا القرآن العظيم أنه إذا كرر ذكر معنى معين من المعاني كثيرا وعدد الصيغ التي يرشد فيها إلى ذلك المعنى فإن هذا التكرار إشارة واضحة إلى أهمية هذا المكرر ومن اللافت كثرة تلك الآيات القرآنية الناهية للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن أو الحزن وكلاهما يؤديان مقصودا واحدا لا تحزن على أناس أبديت لهم النصيحة وأخلصت لهم في حب الخير ثم كذبوك وأعرضوا عنك وولوا فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا يصلحون للخير لم تأسى ولم تحزن فهذا قول ربنا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون لا تحزن على ما متع به الكفار من قومك فعجل لهم في الدنيا ثم نالوا عقاب الآخرة فإن لك في الآخرة ما هو خير مما عجل لهم في الدنيا مع أننا قد عجلنا لك في الدنيا من الكرامة بأن أعطيناك السبع المثاني والقرآن العظيم فهذا قول ربنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ذكر عن ابن عيينة أنه كان يتأول هذه الآية مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح والمعنى أي لم يستغن بالقرآن عما سواه ففي القرآن غنية عما سواه بأن يكون القرآن كفاية له وهذا الفهم لكلمة يتغنى هو واحد من أربعة فهم هي تحسين الصوت بالقرآن والتخشع بالقرآن والاستغناء بالقرآن والانشغال بالقرآن عما سواه فابن عيينة اختار الاستغناء إذا نصحت وحرصت على أهلك أو قريبك أو صديقك وكانوا يعلمون صدق حديثك معهم وصفاء سريرتك تجاههم فكذبوك رغم علمهم بحالك معهم فاعلم أنهم لا يكذبونك أنت بل يكذبون على أنفسهم ويظلمونها بردهم لنصيحتك وربما يقولون لك نحن نثق بك ولكن لا نقبل كلامك وقد وقع مثل هذا لنبيك صلى الله عليه وسلم لا تحزن ممن يكذبك في وجهك أو يكذبك في غيبتك وربما يتهمك بعضهم بالباطل في قول خير قلته له فالله تعالى يعلم ما يسره أو يعلنه المنصوح فيجازيه على ذلك وقد وقع مثل ذلك لنبيك صلى الله عليه وسلم فقد قال له ربه فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الآيات التي أكدت على هذا المعنى كثيرا من ذلك أيضا قول الله عز وجل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن كفر فلا يحزنك كفره كل هذه الآيات ركزت على قضية الحزن كل مريد للخير يمكنه أن يستلهم من هذه الآيات منهجا فهذه آيات كثيرة تستوجب التأمل طويلا في هذا المعنى والتفكر في الحكمة من عناية القرآن الكريم بالنهي المكرر عن الحزن على الرغم من شناعة الفعل الذي يقابلنا به الآخرون من زاوية أخرى فإن الحزن محمود لمن فرط في الطاعات أو حزن ندما على ارتكاب المخالفات وكذلك فإن من يعظم حرمات الله فمن الطبيعي أن يحزن حين يرى حدود الله تنتهك من الحزن الممدوح حزننا على النشأ الجديد حين نراهم ينتهبون من بين أيدينا ليصبحوا أسرى أفكار منحرفة أو مدنية تملأها التفاهات وحزننا على معصية وقعت منا مما نثاب عليه لأنه من الأذى الذي يكفر الله به السيئات هذا بعض ما يتعلق بالحزن فكيف تعاملت الشريعة مع الفرح؟ إذ آية تنهى عن الفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وأخرى تأمر بالفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فما الفرح الذي دعينا إليه وما الذي دعينا إلى تركه فأما الذي دعينا إلى تركه فهو ذلك الفرح الذي يلهينا ويطغينا وينسينا أمر آخرتنا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم والأشر هو الفرح الشديد الذي يخالطه حرص شديد فكأن صاحبه لشدة فرحه يتمسك بالدنيا وزخرفها ويغفل عما ينبغي عليه الانشغال به والبطر الطغيان في كل شيء فالأشر أبلغ من البطر والبطر أبلغ من مجرد الفرح فإن الفرح وإن كان في أغلب أحواله مذموما لقول الله عز وجل إن الله لا يحب الفرحين لكنه قد يحمد تارة إذا كان على قدر ما يجب وفي الموضع الذي يجب كما قال ربنا فبذلك فليفرحوا وذلك أن الفرح قد يكون من سرور بطاعة أو مباح يقتضي العقل الفرح بمثل هذا والأشر لا يكون إلا فرحا دعا إليه الهوى هذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب فرح دعا إليه الهوى وإن من أخطر الفرح فرحا نراه على وجوه بعض الذين يظنون أنهم وجدوا في كتاب الله نقصا أو خطأا وخابوا وفرحا نراه في وجه من يقف أمام مبدأ من مبادئ الله عز وجل لينقض ذلك المبدأ باعتراضات لا يستطيع أن يصوغها بشكل صحيح لكونه مبتور العلم منقوص المعرفة أصلا أو فرح بعض أدعياء العلم بأنه ثبت عنده عدم إمكان الاحتجاج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه استشكل عليه إثباتها وهذا أمر يفرح به الكافر فهذا وأمثاله والله من أقبح الفرح وأما الفرح الممدوح الذي قال الله عز وجل فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه فهو الفرح بالعلم النافع والخلق الحسن والعمل الصالح فبمثلها يذوق الإنسان حلاوة التوفيق إن الإنسان قد يأتي الذنب ولكنه يندم بعد أن يفعله ولكنه حين يسترسل فيفرح بما فعل فذلك ذنب آخر وهكذا صار إتيان العمل ذنبا والفرح به ذنب آخر لأنه لو ندم على ما فعله لكان الندم دليلا على التوبة لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الذين لا ينظرون إلى مغبة الأشياء وعواقبها فشارب الخمر مثلا يشربها لما فيها من متعة مؤقتة وهو يعلم أنه يتبعها ضرر بالغ على الأقل في عقله وماله ومن يسعى فرحا إلى منصب دنيوي وهو لا يدري عواقب صيرورته راعيا وأمينا لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن إليها فأما من يعلم أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنبي أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها رواه البخاري ما يصيب المؤمن من نصب النصب هو التعب ولا وصب الوصب بفتحتين هو المرض الوصب هو المرض ولا سقم ولا سقم السقم المرض الشديد ولا حزن والحزن ما يحدث للإنسان بسبب فقده لما يعز عليه من والد أو ولد أو أخ حتى الهم يهمه أن يدخل عليه بأن يسببه له غيره أو أن تعكر صف حياته الهموم والهم ما يحصل في النفس من توقع مكروه يقع أو سيقع وهو الحزن الذي يذيب قلب الإنسان فكم من اليوم تراه حزينا شارد الذهن دائم الفكري فتجده بين الناس بجسده وقلبه ولكن عقله في عالم آخر وربما قلبه مع عقله والغم كرب يحدث للقلب بسبب حادث قد سبق وقوعه يغم الرجل أن يصيره بحيث يقرب أن يغمى عليه من شدة تأثير هذا الألم في نفسه وما أجمل ما روى الإمام الترمذي من أن وكيعا قال لم يسمع في الهم أنه كفار إلا هذا الحديث فانظر كيف أصبح الهم الذي يتضجر منه كثير من الناس ويعترض على الله عز وجل لكثرة همومه انظر كيف أصبح متنفسا لآخرين لم يجدوا ما يكفر ذنوبهم فسلط الله عليهم الهم ليخفف عنهم من أوزارهم لا أنا ولا أمثالي يستطيعون أن يحجبوا الهموم عن القلوب فذاك أمر لا يقدر عليه إلا من إليه يرجع الأمر كله الله ولكنني أدعو نفسي أولا وأدعوكم ثانيا أن لا نسمح لخيالنا بالسفر بعيدا وأن نعلم قلوبنا القناعة بالمقدر وأن نرضى بما قسم الله لنا فوالله إن هذا الرضا سعادة وراحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن قال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا قال اتقي المحارمة تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه أحمد والترمذي سأختار من هذه الروائع الكلمة الثانية لأنهل منها معنا وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس السعيد الحق هو من رضي بما قسم الله له وصبر لما نزل به من القضاء خيره وشره والرضى هو السياج الذي يحمي المسلم من تقلبات الزمن وهو البستان الوارف الظلال الذي يأوي إليه المؤمن من حر هجير الحياة وهو الغنى الحقيقي لأن كثيرا من الناس لديهم حظ من الدنيا لكنهم فقراء النفس ومساكين القلب فقد أعمى الطمع قلوبهم عن مصدر السعادة والغنى الحقيقي الذي هو غنى القلب والرضى وسكينة النفس يقول ربنا جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه سليم وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها وهنا أريد أن ألفت انتباهكم إلى شيء هو أنني حين ذكرت النصب والوصب والهم وغيرها من كلمات الحديث شرحتها كلمة كلمة لألفت نظركم إلى أن كوننا عربا لا يعني أننا نستطيع فهم نصوص الشريعة من قرآن وسنة بمجرد كوننا عربا فنحن قد ابتعدنا عن لغتنا جدا وانكسر اللسان منا تماما حتى إن بعض مفرداتنا التي نستعملها في حياتنا لا يمت إلى العربية بصلة لا يمت إلى العربية بصلة يمت معناها بعيد تماما عن عربيتنا لا تفرح بقليل معرفة لا تسعفك إذا سئلت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول أهل الجنة حين دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن قال هم قوم كانوا في الدنيا يخافون الله ويجتهدون له في العبادة سرا وعلانيا وفي قلوبهم حزن من ظنوب قد سلفت منهم فهم خائفون أن لا يتقبل منهم هذا الاجتهاد بسبب الظنوب التي سلفت فعند دخولهم الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكر غفر لنا العظيم وشكر لنا القليل من أعمالنا عن إبراهيم التيمي رضي الله عنه قال ينبغي لمن يحزن أن يحزن خوفا من ألا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن وينبغي لمن يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين عن أبي رافع رضي الله عنه قال يؤتى العبد يوم القيامة بدواوين ثلاثة بديوان فيه النعم وديوان فيه ذنوبه وديوان فيه حسناته فيقال لأصغر نعمة عليه قومي فاستوفي ثمنك من حسناته فتقوم فتستوهب تلك النعمة حسناته كلها وتبقى بقية النعم عليه لا يجد ما يوفيها وذنوبه كاملة فمن ثم يقول العبد حينئذ إذا أدخله الله الجنة إن ربنا لغفور شكور قال ابن عباس ليس أحد إلا يحزن ويفرح ولكن من أصابته مصيبة جعلها صبرا ومن أصاب خيرا جعله شكرا فهذا هو المحمود وقال الإمام الزمخشري فإن قلت فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ينالها ألا يحزن ولا يفرح قلت المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين والمراد بالفرح المطغي الملهي عن الشكر لله عز وجل فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس به يقول الإمام البيضاوي الفرح بالدنيا مذموم مطلقا لأنه نتيجة حبها والرضا بها والذهول عن ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارق لا محالة يوجب التوخي لا محالة اللهم لا تعلق قلوبنا بالدنيا إلا بمقدار ما نتزود من طاعتك ومما يسأل عنه الناس سائل يسأل فيقول من أفطر لمرض لا يرجى برؤه وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم شفاه الله عز وجل بعد ذلك فهل يجزئه الإطعام الذي أطعمه أم يطالب بالقضاء بعدما يتماثل للشفاء لأهل العلم في هذه المسألة قولان الأول أن الذمة تبرأ بالإطعام لأنها كانت فرضه حينما كان عاجزا والثاني أن عليه القضاء لأن الإطعام إنما يجزئه في حالة اليأس من البرئ فإذا تحقق الشفاء فقد زال العذر سائل آخر يسأل فيقول أنا وصديق لي مصابان بمرض السكر فهل نصوم أم نفطر والجواب إن المصابين بأمراض السكر فئات منهم من يستطيع الصيام ولا يؤثر على صحته فهذا لا يجوز له الفطر ومنهم من يؤثر الصيام على صحته لكن يمكنه القضاء عند تحسن حالته فهذا له الفطر فإن تعافى قضى ولا كفارة عليه ما دام يأمل القدرة على الصيام ومنهم من تكون حالته مزمنة ويؤثر الصيام على صحته فهذا حكمه الفطر وتلزمه الفدية وهي إطعام مد عن كل يوم من رمضان والمد الآن تقدره المجامع بكل بلد بحسب حاله فإن عجز عن الفدية فلا شيء عليه والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى هنا ينتهي لقاؤنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة